مصدر في اتحاد الكرة المصري قال لنا ان النادي الاهلي يوم الحد الجاي هينهي تماما الخصومة الخاصة بلجنة الانضباط والتعارفين الاهلي كان راح لمحكمة بدلية محكمة القضايا الادارية عشان يطلب بطلان لجنة الانضباط والتشكيلها فالنادي الاهلي النهار زي ما حراركم عارفين برضو تنازل عن هذه القضايا وبالتالي لجنة التظلمات هتجتمع يوم الاربعاء القادم على اقصى تقدير عشان تناقش العقوبة بتاعت كهرباء والاستيناف في عقوبة كهرباء العقوبة بتاعت كهرباء لو تذكروا كانت 12 مباراة بحسب معلوماتنا بحسب معلوماتنا ان الاقرب هيبقى تخفيف عقوبة كهرباء عشان تكون من 4 الى 6 مباريات بالكتير من 4 ل 6 مباريات بالكتير يعني يوم الاربع بالكتير يوم الاربع القادم هتجتمع لجنة الانضباط وهتتخص قرارها بتخفيض عقوبة كهرباء تبقى الاستناف النادي الاهلي من 4 ل 6 مباريات ده الوضع بالنسبة لكهرباء